المباراة الأولى مرات الزهاف القاهرة احنا كسبنا 2-0 لأخطاء دفاعية احنا قدرنا نستغلها عن طريق عبدالله ومؤمن وأجار انا هستذنك معاش كاف تسامير للجزء دي برضو هنكمل فيه ولكن انت قد كنت تكلمت على السوشيال ميديا المغربية والصحافة المغربية والإعلام المغربي وكلام عن هذه المباراة معانا طبعا من المغرب صحفي المغربي بدر اندين تحياتي لحضرتك السيد بدر اهلا لك تحياتي لك ويمكن مباراة مهمة الوداد المغربي بيخدها مع النادي الاهلي في مباراة تاخد مصرية بشكل كبير لفريق الوداد و ايضا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله لحسم وصوله او ان هو يوصل لأدوار الدوري الجاي دور التمانية في حالة الفوز او التعادل طبعا هتكون بالنسبة له حاجة اجابية ولكن طبعا مباراة مهمة للوداد الشكل الصحافة والإعلام المغربي بيتكلم عليها ازاي بالفعل كما أبكر الوداد محتاج ثلاث نقاط من أجل ضمان مرور الجانب الآلي الذي يحتاج المغربي بيتكول تنظر ان مقابلة الآلي في بورج العرب الاسكندرية كانت مباراة جيد حماسية الآلي عرف يكتل ثلاث نقاط من الوداد لكن اضم ان الدعم جمالي سوف يكون لعام كبير بفوزة او مني وسانة ذات الوداد غدا ان انا بارغ كبير كبير طيب يعني كلام كتير عن عدم موجود بعض اللاعبين زي ابراهيم النقاش وتأثيره على فريق الوداد ايضا يعني عايزين وليام جبور هل هيكون موجود مع الفريق او هل هو عنده مشاكل خاصة بالعائلة عنده حسب المصادر اللي اتتنا قبل قليل انا تنظر ان ان جبور سيكون حاضر بالمعروف قتل بارغ لانه هو بطالب منه انه قرر اغرب في المشاركة مع العناصر ويرغب يخوض هذه المباراة يتسعد بالنسبة له شيء مطاري بالنسبة له وبنسبة للجامعة طب بالنسبة لابراهيم النقاش هو انذارين تقريبا صح؟ ابراهيم النقاش انذارين حيتغيب عليك مين هيكون البديل لانه من اللعيب المميه او الجمال بنيسة اه لكن الشكل التشكيل بالنسبة للفريق الوداد خصوصا يعني مع انه هيكون البديل لابراهيم النقاش في وسط الملعب كما ذكرت لك انا صندر انا المدر حسين عموسى وحاول تغيير طاكتيك من 7-3-3-4-4 جوش بيضافة كل من الانسة الصباحية الى جانب صلاح التين ساعدي في الاطراف محمد وناجم واسماعيل الحداد وفي الوجوم فابريس انظامه وجيبه تمام يعني تغيير الشكل الفريق ممكن يبقى يكرا في تغيير خططي لشكل الفريق 4-3-2 4-4-2 بدل 4-3-3 اه اوكي تمام ده ممكن يكون الشكل لكن بشكل عام يعني حسين عموسى كان بيتكلم على بعض المشاكل اللي بيواجهها اللاعبين من خلال طبعا انتهاء او اقتراب انتهاء العقود بالنسبة لهم وكلام كتير مع الاندية مع اللاعبين يعني في حالة او نهاية الموسم خلاص بنتهي فبالتالي ازاي هو بيتعامل مع هذا الموقف فصلا يعني انه هو بيكلم من الحالة نفسية بالنسبة للعبين مش كويسة برسال كما ذكرت انا حوزين عموسى منذ وصباين ويتكلم على انه حالة لعبين غير كويسة خصوصا انه 6 لعبين انا 5 لعبين ستنتهي عقودهم في 30 من هذا الشهر اه الحاليا انه قام ساعد النصر في الشمع باللعبين من اجل وصول الى حال مهاد ما من اجل تتويت تتويت عقود اللاعبين الذين يصبحوا وغادرون في هذا الشيء اظن انه حوزين عموسى يعرف جيدا انه مبارك الاهلي مبارك مصر هي اداء عاملة بشكل جيد من اجل التحضير بنفسه للعبين يعني نتمنى طبعا التوفيق لاخواننا واشقائنا في المغرب لكن طبعا النادي الاهلي بينافس بشكل قوي على حصوله على هذه البطولة فانا بشكرك يعني سيس بدر نديد صحفي بالمغرب اكيد مدنا بمعلومات مهمة خصوصا على طريقة اللاعب اللي ممكن يكون بيغيرها كابتن حسين عموتة او مدير الفن لفريق الوداد من 4-3-3 لا 4-4-2 ممكن ده يكون الشكل اللي هيلعب به فريق الوداد غدا ولكن طبعا هو عنده مشكلة في غياب ابراهيم النقاش ممكن ويلان جبور ما يبقاش موجود فبالتالي هيبقى فيه البديد لها اتنين اللاعبين المميزين لفريق الوداد خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل مع ضيوفي كابتن ربيع سينو كابتن سامير كامون اشتركوا في القناة